أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا حبيبتي يا مصر خير المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الضمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والعزاء وأيات الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أحبة في الله اسمحوا لي أن لا يكون حديثنا الليلة في حلقات التفسير لأن مصر تمر الآن بموقف حرج وبظرف خطير جدا لا يجوز أبدا للعلماء والدعاة وطلبة العلم أن يغردوا بعيدا عن هذا الواقع أو أن ينظروا بعيدا عن هذا الواقع فلا يجوز للعالم أو المفتي أن يتكلم في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع أي فهم الأدلة الشرعية الصحيحة التي تنسحب على واقع المسألة المبحوثة أو المدروسة ما حدث بالأمس في إمبابة أمر في غاية الخطر في غاية الخطر وفي غاية الحرج ولا يجوز أبدا أن نسكت عليه جميعا لا يجوز أبدا أن نسكت عليه جميعا لقد أكدت قبل ذلك وأكد غير من أهل العلم أن أخطر فتنة قد يدق مصمارها لتمزيق أواصر هذا البلد الفتنة الطائفية إن أخطر فتنة تهدد أمن واستقرار مصر الفتنة الطائفية وقد لا يتصور كثير من أهل هذا البلد من المسلمين والأقباط قد لا يتصور كثير من شبابنا حجم خطر هذه الفتنة فقد بينت قبل ذلك في فتنة صول أن المشكلة ليست خاصة بالمدينة التي تنشأ فيها الفتنة أو المشكلة أبدا لا ينبغي أن يتوهم مسلم أو قبطي يعيش على أرض مصر أن الفتنة ستظل محصورة في الحدود الضيقة التي اشتعلت فيها نار الفتنة الطائفية بل ستشتعل هذه النار وستلتهم كل شيء وستدمر الأخضر واليابس بلا أدنى مبالغة لا سيما إذا علمنا أن قضية الاستقواء بالخارج الأمريكي والأوروبي قضية مطروحة الآن وبكل قوة عند الأقباط وهذه مسألة في غاية الخطورة بل لقد شرع فعلا شباب الأقباط اليوم في جمع توقيعات توقيعات للاستقواء بالخارج ليتدخل الخارج لحماية الأقلية في مصر وهذا كلام في غاية الخطر أنا أولا أود أن أصل المسألة من النحاة الشرعية وقد بينت ذلك مرارا مرارا وتكرارا ولا أمل من تكرار ما أصلنا لأبين للجميع أننا نحن المسلمين لا ننطلق في حديثنا هذا من مظلة سياسية أو مظلة حزبية أو مظلة انتخابية أبدا بل من مظلة قرآنية ونبوية شرعية أنا أؤكد الآن للأقباط للأقباط للرؤوس والرموز وللشباب وللنساء وللأطفال أؤكد لهم بأن حديثي الذي سأذكره الآن ليس حديثا سياسيا وليس حديثا حزبيا وليس دعاية انتخابية لكرسي الرئاسة أو لكرسي في البرلمان أبدا بل أؤصل الآن عقيدة راسخة عند المسلمين وفي قلب وعقل كل موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة هي ديننا يعلمنا ربنا جل وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم إسلامنا العظيم يعلمنا أن الله عز وجل لو شاء أن يخلق الناس جميعا على دين التوحيد ولو شاء أن يفطر الخلق كلهم على الهدى لفطرهم وخلقهم على التوحيد والهدى قال سبحانه مخاطب النبينا صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فإذا كان هذا الخطاب لإمام الدعاء وسيد التقاه الإمام الأعظم والنبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم أنه مطالب بإدخال الآخرين في دين الإسلام ما عليك إلا أن تدعو ليمضي قدر الله الذي قدره ولتمضي وتنفذ مشيئة الله التي شاءها وإرادها وأرادها فما شاء الله كان وما لم يكن قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيم فهذا أصل نعتقده وندين به لربنا تبارك وتعالى ومن ثم فنحن لا نكره الآخرين على الدخول في الدين بعد الدعوة والبلاغ والبيان بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة وهذا منهجنا في الدعوة إلى الله لا أقول الآن وفقط بل الآن وفي كل آن ندعو إلى الله جل وعلا بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة المهذبة الرقيقة الرقراقة المؤدبة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليدفر المهم أن لا يحول أحد بيننا وبين الدعوة والبلاغ والبيان عن الحق سبحانه وتعالى وعن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ثم فالأقباط في مصر منذ الفتح الإسلامي يعيشون في كنف هذا الدين العظيم في سلم وسلام وأمن وأمان اقرأوا التاريخ كله على مدى أربعة عشر قرنا لتقفوا على سماحة الإسلام مع غير المسلمين بدءا من مكة والمدينة النبوية كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين من اليهود ومن النصارى من غير المحاربين فالمحارب يحارب والمعادي يعاد والمعتدي يرد اعتدائه بقدر اعتدائه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذه أصول عندنا هذه ليست سياسة جديدة نظرا لزخم الواقع الضاغط علينا لا بل هذا دين ندين به لله سبحانه وتعالى وهذه عقيدة نعتقدها ولا نحيد عنها ونعامل غير المسلمين من اهل الذمة وكلمة اهل الذمة كلمة مدح وثناء وليست كلمة قدح وهجاء كلمة اهل الذمة كلمة مدح وثناء وليست كلمة قدح وهجاء كما يتصور البعض فهؤلاء اهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول معتقدنا وهذا اجماع هذا ليس اجتهادا من شخصي انا فانا لا اتي بشيء من كيسي ولا من عندي انما انا انقل الان اجماعا وانتم تعلمون ان مسائل الاجماع في الامة قليلة نقل هذا الاجماع الامام ابن حزم في مراتب الاجماع اجمعت الامة على وجوب حماية اهل الذمة من اي اعتداء خارجي نقصل هذا بداية وتدينا اجمعت الامة على وجوب حماية اهل الذمة من اي اعتداء خارجي واجمع الفقهاء اجمع فقهاء المسلمين على حرمة دماء اهل الذمة ولا نبغي على الاطلاق في ظل هذا التأصيل ان نتجاهل دماء المسلمين وان نتجاهل حرمة المسلمين وان نتنكر لهذا الاسلام العظيم فنبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ظلم اهل الذمة وانا كمسلم واختي كمسلمة وابنتي لا يجرؤ واحد في المسلمين ابدا ان يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجه يوم القيامة باعتدائه على واحد من اهل الذمة ففي سنن ابي داود بسند صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انه صلى الله عليه وسلم قال الا من ظلم معاهدا او انتقصه حقا او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة من منا كمسلمين يقدر او يقوى على ان يكون النبي الامين صلى الله عليه وسلم حجيجه يوم القيامة وهل وهل وحد الموحدون وصل المصلون وبكى الخاشعون وتصدق المتصدقون الى غير ذلك الا لينالوا رضوان الله تبارك وتعالى ولينالوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وليسعدوا بشفاعته يوم لانفع ماله ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فانا اشهد الله وادين لله بان حماية اهل الذمة واجبة علينا نحن المسلمين وليسوا في حاجة على الاطلاق للاستقواء بالخارج الامريكي او بالخارج الاوروبي لان هذا التفكير بل ولان هذا التحرك الان من اجل هذا امر في غاية الخطر على مصر كلها على مصر كلها بمسلميها واقباطها انا اقول ايها الافاضل تعالوا بنا هذه مقدمة كنت اراها ضرورية جدا بين يدي الطرح الذي اراه لحل هذه الفتنة ولحل هذه المعضلة اقصد معضلة وفتنة الفتنة الطائفية بين المسلمين والاقباط في مصر تلك الفتنة التي يدق مصمارها من آن لآخر لاغراض واجندات خاصة نحن نعيش عصر الفضائيات نحن نعيش عصر وكالات الانباء العالمية والمحلية نعيش عصر الفضائيات لم تعود الان معلومة يتوهم انها ستختفي او ستستر كل شيء يظهر الان علنا ويتعامل معه الناس الان بصورة علنية واضحة ما يجري الان في التوي واللحظة في اي مكان في الدنيا تراه وتسمعه تراه وتسمعه على الفيسبوك على التيوتر على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تراه الان في التوي واللحظة فلا ينبغي على العقلاء ان يتعاملوا الان مع اي حدث على انهم يتعاملون في غرف مغلقة او في بيئات محصورة لا يعرف العالم او لن يعرف العالم عما يجري على ارضها من احداث ووقائع شيئا على الاطلاق هذا خلل في الفهد وقصور شديد جدا في التصور انا ايها الافاضل اطرح ما عندي لا اجامل مخلوقا على حساب ديني واطرح بادب فانا اكره جدا العنترية الجوفاء واسأل الله ان يجعلني وياكم من الصادقين الاوفياء انا ادين لله تعالى بان الفتنة الطائفية في مصر لن تحل ابدا بلقاءات بين المشايخ والقساوسة والتصور كاميرات الفضائيات ارجو ان ننسى هذا العصر وهذه المعالجة البئيسة لن تحل المشكلة ابدا لا في بابة ولا في غيرها وانا اعلم يقينا ان بؤرا كثيرة الان وانا اعلم اقول ان بؤرا كثيرة الان ما هي الا قنابل موقوتة قد تنفجر في اي لحظة من اللحظات تحت شعار الفتنة الطائفية ولا بد ان نعالج القضية علاجا جذريا من الجذور دعك من التسكين والعلاج المؤقت ويبقى الجرح على ما فيه لا بد من تنظيف هذا الجرح واخراج ما فيه وتطهيره وتضميضه على طهارة ونظافة اما ان نسكن من آن لاخر فهذا ليس علاجا للفتنة على الاطلاق ربما يكون العلاج وقتيا ومؤقتا لكنه لن يدوم وسرعان ما تشتعل نار الفتنة مرة اخرى في مكان اخر وفي مكان ثالث وفي مكان عاشر لن تحل مشكلة الفتنة الطائفية بين المسلمين والاقباط على الاطلاق برفع الصليب مع الهلال انا لا اقبل ابدا ان ارفع الصليب فوق رأسي والله لا اقبل ابدا اقول ذلك تنيونا من يعيب علي انني انتصر لعقيدتي من يعيب علي انني انتصر لديني لتوحيدي كيف وقد قال ربنا جل وعلا ما قال وقال اتخذ الرحمن ولده لقد جئتم شيئا اده تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هده ان دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولده ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبد لقد احصاهم وعدهم عد وكلهم اتيه يوم القيامة فردا كيف تندك الجبال وتنهد الارض لهذا القول وانا لا يحترق قلبي ولا اتحرك لنصرة عقيدتي ولنصرة ديني ثم انا لا اعيب على الاخرين فلماذا يعيب الاخرون علي في عقيدتي انا اقولها لله مضى هذا الوقت وهذا العص ان اردتم ان تحل المشكلة تحلا حقيقيا لن تحل المشكلة برفع الصليب مع الهلال هذا عبث وهذا خلل ولم بغي ان يقبل مسلم هذا وارجو ان نتخلص من هذه العقلية الغريبة والكئيبة في حل هذه المشكلات المزمنة طب ما هو الحل يا مولانا ايه الحل اللي عندك اول شيء اول شيء لحل هذه القضية ان يتحرك العلماء ابتداء لتأصيل ما اصلته آنفا في كلمات مختصرة بليغة ليعلم الاقباط قبل المسلمين معتقد المسلمين في معاملة اهل الذمة الذين يعيشون بين ظهرانينا هذه خطوة اول عملية لانني انطلق من منطلق عقيدة ومن منطلق ايمان بالله وبرسوله لا انظر من باب السياسة ولا من باب عمل الحزبي لنصرة حزبة او جماعة لا هذا دين يبقى لابد ان ينطلق العلماء ليؤصل هذه العقيدة لشباب المسلم وان يبين هذا ايضا في عالم مفتوح عبر الفضائيات لشباب الاقباط في مصر ايضا ثم على رجال الكنيسة ان يتحرك الان وبوضوح وبصدق وبصراحة لتأصيل مفهوم الموطنة وانه خلي بالك وانه لا احد ولا مؤسسة ولا هيئة ولا جامع ولا مركز اسلامي ولا كنيسة فوق سلطة الدولة فوق هيبة الدولة وسلطة وسيادة القانون هتحل باعلاء هيبة الدولة ما فيش دولة داخل الدولة ما فيش دولة داخل الدولة ما فيش كنيسة تحتجز مسلمة او امرأة اعلنت اسلامها ايا كان ليس من سلطة الكنيسة ان تحتجز اي احد اي مواطن او اية مواطنة يعيش على هذه الارض نريد ان يكون الجواب واضحا من رجال الكنيسة انا حذرت من هذه الجزئيات وقلت يا جماعة لا تتعاملوا مع هذه الجزئيات على انها جزئيات انا صحيح ارى يعني بفضل الله تبارك تعالى ان هذه الجزئيات كانت تحل وبسرعة وبدون تلك عبر القضاء اذا استدعى القضاء واستدعى النائب العام اي مواطن على ارض مصر او اية مواطنة على ارض مصر يجب عليه ان يمثل وان يقف امام القضاء وللقضاء كلمته ونحن بفضل الله تبارك تعالى نثمن دور القضاء ولا نقلل ولا نشكك في نزاهة القضاء وعدالته فلتمثل هذه السيدة او غيرها او هذا الرجل فلاني او غيره امام النائب العام او امام القضاء ليناقش بدون اكراه وبدون وسيلة ضغط ايا كان نوع هذه الوسيلة لتعلن هذه السيدة ان كانت على دينها ان كانت على نصر نيتها او على قبطيتها بكل بساطة امام هيئة القضاء او امام النياب العامة ولن يفتح مسلم فمه بكلمة واحدة بعد ذلك خلاص انا قصلت اول شيء اننا لا نكره احدا على الدخول في الدين خلاص لو خرجت هذه السيدة واعلنت انها لازالت على دينها وعلى نصر نيتها وانها امرأة مواطنة مصرية قبطية ولن يجد مسلما واحدا يفتح فمه بكلمة واحدة بعد ذلك لكننا لا نقبل ابدا ولا يقبل العقلاء ابدا في الكنيسة ان تحتجز الكنيسة مواطنة مواطنة اي يعلن انها اسلمت كما انه لا يجوز لنا ابدا ان نحتجز قبطية او نصرانية في مسجد من مساجدنا نحن لا نقبل ذلك على الاطلاق هكذا تحل المشكلة باعلاء هيبة الدولة الدولة لها هيبة الدولة لها سلطة الدولة فيها قانون ما فيش حد فوق القانون كله تحت القانون سواء رئيس الدولة لو طلب للتحقيق يقف كاي فرد عادي الى ان يحقق معه و الى ان تثبت براءته اي شخصية دينية مسلمة او نصرانية ومواطن مصري ان استحق المساءلة فاليساءل هذه السيدة او هذا الرجل انطلب للقضاء فعليه ان يمثل امام القضاء وان يحقق معه القضاء تحقيقا عادلا شفافا نزيها وان تقف الامة على الاحداث بنزاهة وصدق ودقة وامانة وانتهى الاشكال اما ان اجل وان اجل وانا حذرت والله والله حذرت الاسابيع الماضية من التأجيل وقلت يا جماعة انا احذر من التأجيل لا تتعامل مع الامر وان كان فرديا وانا ممن لا يقدمون ابدا ابدا مصلحة فرد على مصلحة وطن انا لا اقدم مصلحة فرد مهما كان وزنه ومهما كان قدره على مصلحة امة او على مصلحة وطن اطلاقا بل نحن ممن يدين لله بان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وممن يدين لله بان المصلحة العليا تقدم على المصلحة الخاصة وبان الضرر لا يزال بضرر مثله فضلا عن ان يزال بضرر اكبر هذه قواعد بالنسبة لنا ندين اللي تبارك وتعالى بها ولا نتخلى عنها لكن انا اقول ينبغي ان تعلن الان وبقوة ان تعلن هيبة الدولة وان يعلى سيادة وسلطان القانون وانه لا احد فوق القانون وفوق المسألة وفوق المحاسبة لماذا لا يتخذ العقلاء العقلاء والحكماء في مصر الان هذا القرار على مستوى الحكومة على مستوى المجلس الاعلى على مستوى الازر على مستوى الكنيسة لماذا لا تجلس مجموعة من هذه الجهات ولا مانع ان تجلس مجموعة اخرى من المفكريين والادباء واهل الشهامة والمروءة والمواطنة الصادقة من المسلمين والاقباط تجلس مع هذه الهيئة المكونة من الحكومة المجلس الاعلى المؤسسة الرسمية الدينية المؤسسة الكنسية باختلاف مذاهبها ايضا فلتشكل في هذه اللجنة كل المذاهب وبفضل الله تبارك وتعالى التقينا اليوم مع وزير الداخلية ومع مدير الامن الوطني وسمعنا كلاما مطمئنا مبشرا وعرضنا عليهم هذه الفكرة عرضنا هذه الفكرة بفضل الله تبارك وتعالى انا مجموعة من اخواني من اهل العلم والفضل الشيخ محمد عبد المصود الشيخ محمد عبد السلام الدكتور صنفة حجازي الدكتور عصام حشيش وعرضنا هذه الفكرة على وزير الداخلية وقبل هذه الفكرة تماما وايدها واكدها وقلنا لا ينبغي على الاطلاق ان تتحول مصر الى غابة الى فوضى لا يجوز لكل واحد في مصر مسلما كان وقبطيا ان يخرج الان الى الشارع ليأخذ حقه بذراعه دا دي غابة هذه غابة هذه ليست دولة هذه فوضى هذه ليست حرية بل هذه فوضى ورب الكعبة ورب الكعبة لو ضاع الامن لو ضاع الامن ولقد بحى الصوت وقلت يا احبابي يا اهل مصر من المسلمين ويا اقباط مصر من المواطنين حافظوا على هيبة الدولة واحرصوا على ان لا تنكسر هيبتها حافظوا على الامن ومدوا من جديد جسور الثقة بين الشعب وبين الشرطة وبين جهاز الامن الوطني لينزل اخواننا الى الشوارع والطرقات لفرض الامن من جديد فلو فلت لو انفلت الامن كما رأينا ما امن واحد منا على زوجته ولا على اولاده ولا على نفسه ولا على ماله وخرج كل واحد اللي يأخذ حقه بيده وحينئذ لن نسمع الا صوت السلاح لن نسمع الا صوت السلاح وهذه فوضى سفكت الدماء سفكت دماء المسلمين وسفكت دماء الاطباط لنها اطناشر قتيل واكثر من مئتين واربعين جريحا هذه فوضى هذا كلام فارغ وكلام فاضي لا يجوز على الاطلاق ان يحدث هذا في بلد بقيمة وقامة مصر بمؤسساتها العسكرية والامنية والشرطية والاعلامية لا يجوز هذا على الاطلاق والدينية فناقول الخطوة الثانية على الطريق ان تشكل هيئة سموها زي ما تسموها هيئة من مجلس الوزراء المجلس الاعلى القوات المسلحة المؤسسة الدينية برئاسة شيخ الازهر فانا اؤكد وسأظل اؤكد انه لا يوجد الان عالم سواء كان سلفيا او غير سلفي يريد ان يقلل من قامة الازهر ومن قيمة الازهر ومن دور وقدر الازهر بل كلنا حريص على دفع المؤسسة الرسمية الدينية الى مكانتها وريادتها وقيادتها هذا ليس ضرر علينا جميعا ان تقل قامة الازهر ضرر علينا جميعا ان يفقد الازهر دوره وقيادته وريادته ومكانته فانا بقول المؤسسة الدينية بقيادة الازهر وبرئاسة شيخ الازهر مع المؤسسة النصرانية ممثلة في الكنيسة بكل مذاهبها تشكل في هذه الهيئة مع مجموعة من العلماء غير الرسميين الذين تشهد لهم الامة بالكفاءة والحضور بين الجماهير لانني اخشى ان تشكل هذه الهيئة بدون هؤلاء المؤثرين على الساحة الدعوية وعلى ارض الواقع فلا تكتسب هذه الهيئة مصداقية عند جماهير عريضة انا لا اقلل من قدر من يكونون في الهيئة لا والله وليس هذا من خلقي انما انا فقط انقل لهؤلاء الفضلاء نبض شارع انا فيه انا متواجد فيه بين اخواني وابنائي هذه الهيئة تجلس بصدق ووضوح وصراحة لمعالجة القضية من جذورها كما ذكرت الان احياء اهمية التعايش بين المسلمين والاقباط في سلم وسلام وامن وامان وكل مؤسسة دينية من المؤسستين مؤسسة الدينية الرسمية والمؤسسة الكنسية تركز على هذه المعاني ونغرس هذه المعاني في قلوب اجيالنا واولادنا لتعيش مصر بطيفيها الاسلامي والقبطي في امن وامان وسلم وسلام كما عاشت اثني عشر قرنا بعد الفتح الاسلامي او اكثر اربعة عشر قرنا من الفتح الاسلامي سنة واحد وعشرين هجرية وتقرر هذه الهيئة الحلول العملية والقضاء على بؤر هذه الفتنة الطائفية في كل مكان على ارض مصر وكلها مصدقية وكل مدعامة من الجهات الرسمية يصدر عن هذه الهيئة مجموعة قرارات ومجموعة قوانين تكون هذه القوانين صارمة ورادعة ولا يجوز ابدا ان يتم التعامل مع هذه القضية بشيء من الميوعة او التفريط ابدا من اخطأ من المسلمين ومن الاقباط يحاسب يحاسب حسبة واضحة رادعة على قدر جرمه وعلى قدر خطأه وعلى قدر ذنبه حتى لا تتحول البلد الى فوضى المحور الثالث والخطير جدا محور الاعلام الاعلام الذي يصب الزيت على النار الاعلام الذي يشوه الان صورة الاسلام والاسلاميين على اختلاف انتماءات معطيافهم لا سيما من ينتسبون الى المنهج السلفي كل مصيبة تقع على ارض مصر اول شماعة يعلق عليها الاتهام السلفيون السلفيون سبحان الله بعد الاخوان اصبحت الشماعة الان هم السلفيون كل مصيبة انا لا اقول بان هؤلاء الذين انتسبون الى المنهج السلفي لا اقول بانهم ملائكة بررة لا والله بل فيهم من يخطئ ومن يخطئ ولو كنت انا يجب ان يحاسب على خطأه وان يذكر بخطأه وان يرتدع وان يرجع عن خطأه لان اخشى ما اخشاه ان يتواهم البعض من السلفيين او من الاخوان او من انصار السنة او من الشرعية او من التبليغ او من الصوفية او من اي جماعة تنتسب الان الى الاسلام اخشى ما اخشى ان يتواهم البعض ان خطأهم ينسب اليهم وحدهم فقط بل ينسب الى الجميع الى الاسلاميين بل الى الاسلام وانتم ترون ان الاعلام متخصص في جعل الحبة قبة في جعل الحبة قبة وفي تضخيم الخطأ والترويج له والتشنيع به وقد اثبتت تحقيقات النيابة ان السلفيين لا علاقة لهم بحرق الاضرحة وان السلفيين لا علاقة لهم بتشريم رؤوس من ليصلون الفجر وان السلفيين لا علاقة لهم على الاطلاق بالقتل ولا علاقة لهم على الاطلاق بسكب باء النار على وجوه النساء اللهم لم ينتقب الى غير ذلك فينبغي ان يكون الاعلام مسؤولا ينبغي ان يكون الاعلام مسؤولا والله الذي لا اله غيره الكلمة قد تكون اشد خطرا من طلقة الرصاص بل من اعجب ما وقفت عليه من الناحية اللغوية ان الكلمة مشتقة في لغة العرب من الكلم وهو الجرح او الكلم الجرح الكلمة تجرح بل الكلمة تقتل وتذبح ينبغي ان يكون الاعلام مسؤولا فيه فضائيات معروفة تصب الزيت على النار تريد ان تشعل نار فتنة طائفية في مصر باسلوب مباشر وباسلوب غير مباشر وينبغي ان نكون على حذر فانا استنكر بشدة ما يجري الان على الفضائيات الا مرحم ربي من اشعال لهذه النار ولاذكاء روح الطائفية العصبية البغيضة بين ابناء الشعب الواحد بين ابناء مصر اسأل الله عز وجل ان يحفظها ايضا ايها الافاضل قضية السلاح قضية السلاح الذي بدأ ينتشر الان في ضرب نار في سفك دماء الدماء دلها حرمة سوى كانت للمسلمين او للاقباط اللهم ارزقنا العدل يا ايها الذين امنوا كونوا قومين لله شهداء بالقصد ولا اجرم انكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى فالدماء لها حرمة ولا جزء على الاطلاق ان نتهاوى في قضية الدماء حق الحياة حق كبير ليس من حق اي احد ان يستبيح حماه الا واهب الحياة سبحانه وتعالى او في حدود شريعته المحكمة التي شرعها ليسعد العباد بها في الدنيا والاخرة لقد قال ربنا تبارك وتعالى ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا فان بغي ان لا نستهينه بالدماء وبحرمة الدماء اتناشر قتيل ومتين واربعين جريحا ليه ليه ما هذه الفوضى ما هذه الفوضى يا سادة لا بد من ان تتخذ الدولة الدولة قرارات صارمة حاسمة في قضية السلاح والتفتيش على السلاح ومحاسبة من يحملون السلاح بغير رخصة او بغير حاجة او بغير ضرورة ممن لم يصرح لهم ان يحملوا السلاح لا بد من تفتيش المساجد والكنائس فيش حرج احنا ما عندنا شمانع ابدا ان تقوم الدولة بتفتيش المساجد وان يطبق نفس القانون على الكنائس الناس في قلق يريدون ان يطمئنوا لماذا لنتعامل بوضوحه شفافية انا ما عندي السلاح تعال اتفضل انا ما عندي السلاح اي جهة عاوزة تجي تفتش في اي وقت على مركز اسلامي او على جامع من الجوامع اهلا وسهلا اتفضل وكذلك ينبغي ان تتعامل الكنيسة في هذا الظرف الراهن والمرحلة الحرجة حتى لا نعرض امن البلد لقلق وحتى لا نعرض الناس الى الطراب و الى خوف و الى فزع وانا أتعجب لخروج السلاح صحيح من الافراد من بيوت بالقرب من الكنيسة لكننا نطالب بالتفتيش على السلاح ايا كان موقعه وايا كان مصدره ولا يجوز ان تسمح الدولة على الاطلاق لأي احد ليس من حقه ان يحمل السلاح لا يجوز ان تسمح له بحمل السلاح و الا فبلدنا يتعرض لخطر عظيم و انا لا ابالغ ان قلت قد يتعرض بلدنا لحرب اهلية و لثارات لا تنتهي لا تنتهي من قتل من المسلمين و الاقباط بالامس قد تكون هذه بداية لثار متوالي ولا ينتهي الا اذا شاء ربي سبحانه وتعالى فان لم تظهر الدولة هيبتها وتفرض الدولة سلطة القانون وسيادة القانون على كل مواطن مسلم او قبطي يعيش على ارضها فالامر مرشح لخطر بالغ لخطر بالغ ولحرب اهلية لا ابالغ ان قلت خطيرة و مروعة و مدمرة للاخضر و اليابس لا يأمن فيها مسلم ولا قبطي لا يأمن فيها مسلم ولا قبطي ليس من حق المسلمين كلام واضحه ليس من حق المسلمين مهما كانت قوتهم و مهما كان عددهم ان يشكلوا في جماعات او في هيئات او في احزاب دولة داخل الدولة انا اقولها لله وبسوط واضح لا يجوز المسلمين مهما كان عددهم مهما كانت قوتهم في اي حزب او هيئة او جماعة ان يجعلوا من انفسهم وجماعتهم وهيئتهم و حزبهم دولة داخل الدولة ولا يجوز ايضا لأي كنيسة ان تجعل من نفسها دولة داخل الدولة و ان تتصرف بعيدا عن سيادة الدولة وهيبتها و سلطان القانون و سيادته هذا مكمن الخطر في قضية الفتنة الطائفية لو شعر الجميع بان القانون و سيادة القانون و سلطة القانون فوق الجميع اطمأن الجميع اطمأن الجميع ولن يفكر احد ان ياخذ حقه بذراعه و كأننا نعيش غابة من غابات القرون الوسطى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا انا ناشد الان الجميع المسلمين بصفة عامة و السلفيين بصفة خاصة لله لله لا تتحرك الا بمشورة العلماء الا بمشورة العلماء فالحماس والاخلاص وحدهما لا يكفيان بل يجب ان يكون الحماس والاخلاص منضبطين بضوابط الشرع و بفهم للواقع لا يجوز لمثلي ان يتحرك الان في مثل هذه القضايا بمفرده و انما والله اشاور اخواني من اهل العلم واهل الفضل لانه لا يجوز ابدا لا لي ولا لغيري في مثل هذه النوازل المظلمة الكبيرة ان ينفرد برأيه و انما يستقوي بعد فضل الله وتوفيقه و مدده بمشورة اخوانه و رؤية اخوانه فالانسان ضعيف بنفسه قوي بغيره فاذا كان مشيخكم من اهل العلم و من اهل الفضل لا تحركون الا بمشورة بعضهم البعض صحيح ليس لابناء المنج السلفي منظمة ولا هيئة ولا حزب ولا جماعة ولا كيان حقيقي تنظيمي لكن لهم منهج يدينون به لربهم سبحانه وتعالى والقرآن والسنة بفهم السلف الصالح و يستشر بعضهم بعضا فاذا كان مشيخكم يستشر بعضهم بعضا في هذه النوازل الكبيرة أليس من الواجب على شبابنا وأولادنا وأحبابنا جميعا أن يستشروا علماءهم و مشيخهم من استطاعوا أن يصلوا إليه و من لم يستطعوا فليأتوا إليه في مكانه و موقعه الذي وفيه ليسألوه و ليستفتوه حتى لا نضر دعوتنا و ديننا و بلدنا حتى لا نضر دعوتنا و ديننا و بلدنا من حيث ندري أو لا ندري من حيث نشعر أو لا نشعر أنشدكم لله تعالى أن تحافظوا على أمن هذا البلد أنشدكم لله تعالى وأستحلفكم بالله و أقبل رؤوسكم والله أن تحافظوا على أمن هذا البلد أنا أعجب يا أخواني من هذه الأخلاقيات التي أصبنا بها كان حد فينا يقدر يفتح بؤه و أمن الدولة موجودة كان حد يقدر يفتح بؤه بكلمة من المسلمين و من الأقباط رب العزة أنعم علينا بهذه النعمة و نمنا تفلت من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة و نتعامل بهذه الطريقة كأننا نعيش في غابة هذه ليست أخلاق أبدا يجب أن أراقب ربي لا يجوز أن أعمل من منطلق أن ضابط أمن يراقبني بل أنا أراقب الله سبحانه وتعالى بدل أن نشكر الله على نعمة الحرية التي أنعم بها علينا نحول بلدنا إلى فوضى نحول البلد إلى برك دماء و إلى أكوام أشلاء إطناشر قتيل ليه إطناشر قتيل الدماء مش رخيصة إلى هذا الحد و مئتين واربعين جريح الدماء ليست رخيصة إلى هذا الحد عوزين نتق الله و ناشدكم لله و أسألكم بالله تعالى أن تحفظوا أمن هذا البلد و أن تحفظوا استقراره بدل ما تتحرك عجلة التنمية و الاقتصاد نعيش في هذا الربك و في هذا القلق و في هذا الفوضى كل شوية حريء في مكان كل شوية حريء في مكان و احتجاج في مكان واعتصام في مكان و تعطوا العمل في مكان متى ستفيق البلد إذن متى سيفق الوطن وإذن متى سيعمل من حملتهم الأمة الأمانة متى إذا كان المجلس الأعلى الآن مشغولا بإطفاء نار فتنة طائفية بارح في المكان الفلاني والنهاردة في المكان فلاني بكرة في المكان الفلاني وإذا كانت الوزارة الرجل عنده زيارات هنا و هنا و هنا و هنا لإنعاش الاقتصاد لا يتعطل و وعد في مصر عشان تحل مشكلة طائفية هذا يرضي ربنا سبحانه وتعالى والله لا يرضي ربنا عز وجل رجل رئيس الوزراء عاوز يشتغل و بيشتغل فعلا بصدق على قدر استطاعته و فوق استطاعته ما نديه فرصة يا جماعة نديه للنس للفرصة تعمل و تتحرك و الكمال لله و العصمة للنبي و التغيير مش حيتم إلا إذا تغير نحن لن يقع التغيير ولن يتم التغيير إلا إذا بدأنا نحن نغير سلوكنا و أخلاقنا و أنفسنا إحنا أخلاقنا ساءت يا ناس إلا من رحم الله والله ساءت أخلاقنا والله و أنا بقسم بالله ساءت أخلاقنا ينفع الكلام ده ينفع الكلام ده ما شف ميدان عام ألاقي سبع عربيات مصناء لوقف في قلب الميدان سبعة السوئين نزلين بيتكلموا مع بعض والعربيات وقف شغالة دايرة كأن ما فيش أي حاجة ركنت عربتي ونزلت عرفوني يقولون ينفع كذا لو كان فيه ضبط مرور هنا قبل ثلاث شهور كنت تقدر تعمل العملية دي ليه كذا يا جماعة لماذا هذه الأخلاق تلاقي واحد ماشي بالعربية في عكس اتجاه السير تقول له أنت بتعمل لك أنا حر لا يا أخي لست حرا بهذا المعنى أنت حر في حدودي أن لا تضر الآخرين فضلا عن أن تؤذي الآخرين وأن تلحق بهم موتا حقيقيا أو ضررا محققا لا محتملا هذه مفهم خاطئة أنا أكرر وأكرر وأكرر وسأظل أكرر يا جماعة ما تغيرناش عشان البلد تتغير احنا عوزنا تغير نريد أن تتغير أخلاقنا نريد أن تتغير سلوكياتنا نريد أن نطهر قلوبنا وأعيننا والسنتنا وأيدينا وأرجلنا وجوارحنا ومصانعنا وإعلامنا وتعليمنا وشوارعنا وبيوتنا عوزنا نتغير احنا نبدأ تغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله الله في هذا البلد الله الله في هذا البلد مصر أمانة في أعناق كل مصري يعيش على أرضها مصر أمانة في أعناق المصريين الذين يعيشون على طرابيا الإعلام عليه دور كبير جدا فليهدي الإعلام وليسكن الفتنة وليسكن الفتنة بلش الإثارة أنا عارف أن شغل الإعلام الإثارة والخبر في الإعلام لا ينبغي أن يقال إن كلبا عض إنسا بل الخبر عندهم إن إنسا عضا كلبا هذه دراسة في الإعلام أنا أعلم أنه يقوم على الإثارة وإلا كيف يجذب الإعلام الإثارة لا تكن بالباطل وإنما نثير الناس بالحق للعمل للبناء للبناء بدلا من الجدال والفوضى والمراء هذا الهدم الحقيقي للأخلاقيات ولمنظومة القيم ينبغي أن يقوم الإعلام بدوره وينبغي أن يقوم كل مسؤول مهما كان قدره بدوره عجبني اليوم مدير الأمن القومي أسأل الله له السداد والتوفيق لوزير الداخلية اللوى منصور أسأل الله عز وجل له السداد والتوفيق بيقول لي أنا أصدرت أوامري بأن أي بوابة كانت في أي مكان من مباني أمن الدولة القديمة يدخل الإنسان موطي أمرت بإزالته عشان كل إنسان يدخل رفع رأسه معنى جميل معنى جميل عوزين نفعل هذه المعاني وعوزين نحترم الدولة ونعلي سلطة القانون عشان يبقى الكل في أمن وأمان وما أرع وأجمل أن نعلي قانون ربنا وأن نعلي شرع ربنا وأن نعلي شرع نبينا هذا عندي صمام الأمان الأول أن نعلي شرع الله وأن نعلي شرع سيد رسول الله آهل لو عدنا إلى القرآن والسنة يا الله والله العظيم لا نحتاج إلى مثل هذا أبدا ولا نرى هذا أبدا لو عاد الناس حقيقة إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم وحولوا القرآن والسنة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة ورددوا مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الوقت مضى لكنها صرخة وأسأل الله عز وجل أن يجعل لها قلوبا واعية وآذانا صاغية واشهد الله أنني مستعد للتحرك لأي مكان وفي أي مكان لله لله ثم من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا البلد وأهيب بإخوان العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يتحرك الآن هذا وقت تحركهم الآن وأن لا يعكف كل واحد في مسجده أو في مكتبته الخاصة مضى وقت التنظير فلنتحرك كل على قدر جهده وبصدق لأن ديننا يحتاج جهودنا الآن ولأن بلدنا تحتاج إلى جهودنا نحن الدعاء مع طلاب العلم واجب على الجميع أن يتحرك على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته هذه صرخة أرجو الله عز وجل أن يكون قد استمع إليها أو أن تصل بعد ذلك إلى المسؤولين وأسأل الله لهم أن يعينهم وأن يمدهم بمدد من عنده وأن أعلم حجم المسؤولية والأمانة الملقى على عواتقهم والله لقد أقسم لي أحدهم اليوم أنه لم يذهب إلى بيته منذ أربعين يوما لم يرى أولاده منذ أربعين يوما فنأعلم أن العبء كبير وأن الحمل ثقيل ويجب علينا جميعا أن نحرص على تحقيق أمن البلد لا نبغي أن نكلف الجهاز الشرطة فقط بحماية المواطنين أو بتحقيق أمن المواطنين بل نحن جميعا نتحمل هذه المسؤولية الكبيرة إن حافظ كل واحد مننا على أمن هذا البلد وحرص على أن يقول للمخطئ هذا خطأ لا تفعل هذا ولا تقول هذا وكن صمام أمان لهذا البلد ولهذا الوطن وأخاطب العقلاء أيضا في الأقباط وفي الكنيسة أن يقفوا الآن وقفة صادقة وأن يتكلموا بصدق ووضوح وصراحة مع المؤسسة الدينية وغير الرسمية أيضا والعلماء غير رسمين أيضا لحل هذه المشكلة المزمنة من جذورها لا بهذا التسكين المؤقت لمشكلة إنبابة وبعد ذلك ستظهر مشكلة أخرى نخرج أيضا لنسكن المشكلة لتبرز مشكلة ثالثة ورابعة وهكذا وإنما إن أردتم الحل فهذه هي بنود عريضة وخطوط كبيرة لإقتلاع جذور هذه الفتنة الطائفية لتعيش البلد في أمن وأمان وسلم وسلام ورخاء واستقرار اللهم أحفظ مصر واحفظ أهلها واحفظ شعبها ولا تحرمها الأمن والأمان ولا تحرمها الرخاء والاستقرار اللهم لا تحرمها الرخاء والاستقرار اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت أن تنزل على مصر من بركاتك وأن تنزل على مصر من رحماتك وأن تحمي مصر وأن تحمي بلاد المسلمين وأسألك يا ربي في هذه الساعة أن تحمي أهلنا في سوريا اللهم احفظ أهل سوريا اللهم احقن دماءهم يا رب اللهم احقن دماءهم اللهم احفظهم من بين أديهم ومن خلفهم اللهم اصطر نساءهم اللهم ارفع الظلم عنهم اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين واحفظ أهلنا في اليمن واحفظ أهلنا في ليبيا اللهم ارفع الظلم عن المظلومين في كل مكان ورد الأمة بحكامها وعلمائها إلى كتابك وإلى سنة رسولك ردا جميلة ونحن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير المجالس مجلس القرآن انتبه من فضلك اشتركوا في القناة